كلنا حاليا في ظل الظروف اللي موجودة دلوقتي بنمر بدغضات اجتماعية ونفسية ومادية ازاي نقدر نتعامل مع نفسنا في ظل هذه الظروف وازاي نحمي نفسنا من العبء النفسي او الضغط النفسي اللي ممكن نمر بيه في ظل هذه الظروف طيب الناس فهلا بتعاني حاليا بتعاني من كل الاتجاهات بس دايما انا بيكون لها منظور او وعي مختلف في التعامل مع الضغطات او الامور الحياتية رقم واحد اني لا اسلم لهذه الضغطات يعني لا اعترف بها انت من عمرك ما تيجي تشوفي صلاح في وقت من الاوقات في صداقة او مع صديقه المقرب بيعترف او بيندب الوضع الاقتصادي اللي حصل ما تلاقيش صلاح في وقت من الاوقات بيندب الحالة المجتمعية الصعبة ممكن يكون بمر زي زي كل الناس ممكن ما تلاقيش صلاح بيه ما بتستوقفكش اه يبقى اول حاجة انا لا اعترف ولا اسلم كده 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 المجتمع ماشي وكده كده الحياة ماشية والضغطات حصلة حتى لو انا عندي ضغطات في مناطق ما اتكلمش لا اسلم يبقى اول حاجة اني لا اسلم لهذه الاشياء انا مش شايفها ليه انت قلت نقطة كلمة حلوة قوي بطير لا تتوقف عن ده الناس بتأتي في هذه المواقف و بتتوقف عن ده بيعطي يتكلم فيها كتير و بيعطيها تركيز كبير و بيوقف حياته هنا فبتعمل ثقل على نفسيته الله عليك طيب الصح ايه الصح اني بتركيزي بدل ما هو موجه في المنطقة اللي فيها ضغطات انا تركيزي موجه في المنطقة اللي ازاي ابقى اعلى يبقى تجاهل الجزء ده اني اكون مش مجرد تجاهل ده تجاهل اه وتجاهل مع اعادة توجيه تركيزي للمنطقة الاعلى اكسف اه تركيزي في حتة تانية اعلى المنطقة الـ positive الاعلى يعني ايه المشكلة الاقتصادية انا تركيزي ازاي صلاح الـ income بتاعه بعد الم هو كذا يبقى كذا يزيد تركيزي ان الـ business تاعي زيما في المنطقة ايه يبقى في المنطقة اللي فوقيها يبقى احنا بنركز في العلاج مش في الـ يبقى انا دايما بص كلها في منطقة التركيز اعادة توجيه تركيزك يبقى لا البلد واسعار العربيات واسعار مش عارف ايه و ايه وكل كل ده انا تركيزي انا ازاي يكون احسن ازاي يكون افضل ازاي اقدر اكسب على فكرة سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق بص القسم الى ربنا بيقسمه وانت تجي تشتكي من الوضع الاقتصادي، او تتدمر او تتذمر او تندي بالوضع الاقتصادي يبقى انت هنا انت انت مش بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى إذن أنت خليت الرازق شخص تاني أنت خليت الرازق إنسان تاني أنت خليت الرازق وضع اجتماعي تاني مع أنك مش مدرك أو مع أنك ما أمنتش أن الله هو الذي يسبب هذه الأسباب الله هو الذي يفتح على الناس والله هو الفتاح الفتاح من أسمائه الحسنة فإنت إيمانك فين فوالله إذا أنت قدرت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى لأنه الله هو الرزق بالقوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى أنت دايما تركيزك فوق فتركيزك اللي فوق ده تخليك متركز مع حاجتين مع الله سبحانه وتعالى وفوق لحياتك إنها تكون أحسن لشخصيتك إنها تكون أحسن للمهارات بتاعتك إنها تكون أحسن لالسكيلز بتاعتي إن أطورها للكارير بتاعي إن أنا أطلع فيه للليفل أو الكاتيجر اللي أنا فيه إن أنا أكون فيه أحسن يبقى شوف لما تيجي ترفع راسك لفوق فإنت بمركز على الحالة اللي أنت عاوز تكون عليها مراكز أنك تتطور على فكرة الكون والأرض سبحان الله مليئة بالفلوس يعني أنت روجيت بصيتي أصلا المصر بالذات من الحاجات أغنية أوي 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 أو ناس تحت خالص النفس الفلوس موجودة بس كل الفئة الفلوس ما خلصتش والفلوس ما تخلص يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق ربنا أو رزق ربنا هو لا ينفد وخزائن الله لا تنفد طبعا فكل الفكرة هي موجودة بس أنت مش عارف توصل لها بس أنت مش عارف تفتح المسارات اللي ممكن توصلك أو تنمي الإنكم بتاعك أو تتخلي الأشياء دي حتى أنها تتدفت في حياتك تجلب إليك تيجي في حياتك فبالتالي يبقى الضغوطات فين؟ احنا بنروح فين؟ لا حاول أنك أنا مقدر حالات الناس والوضع الصعب ومقدر حتى أن الأفكار أو الوعي اللي احنا بنقوله صعب شوية في استيعابه في البداية وصعب حتى في تطبيقه طبعا أحيانا الواحد يكون عنده أمل أو عنده حاجة بس مش عارف يحققها وفي حاجات تجوز منه وفي حاجات ما يوصل لاش بعد ما يمشي طريق أنا كل ده مقدر وليه ذلك أقول لك حاول حاول لما بدل مما تندب حظك أو تتدايق طول ما أنت عايش وفيك نفس حاول وعافر عشان تطبيقه بص الفوق بقى غير البرسبكتف بص الفوق اللي بينجحه مش أحسن منك واللي بيوصله مش أحسن منك وفي نفس الوقت برضه أنا برضه مش جاي أرفع البارزة على الناس وقول له أنت لازم تبقى مليونير ولا ملياردير أنك تكون أحسن وأنك تطور من نفسك ده الطبيعي امشي خطوة خطوة بس يهمني أنك تغير البرسبكتف بتاعك عشان تقدر فعلا لو أنت عايز تكلم بشكل عملي مش بغير أنها جاء طب طب عليك عشان تقدر فعلا أنك توصل لفوق غير المنظور بتاعك دكتور سلاح تفضلي إزاي أنقي زيتي ونفسي وروحي كل ما هو سلبي بنمر به في حياتنا اليومين أنا مبسوط من أسئلتك يعني خطيرة والله يعني ريئة يعني ضروري أشكرك خلينا نقول طيب أول حاجة قلل المشتتات الخارجية قلل الأشياء المرهقة التي تحدث في حياتك وليس التي تحدث التي يمكن أن تؤثر عليك في حياتك نحن نحن على كل الأشياء المرهقة بشكل كبير جدا معرضين ومنفتحين لكل الأشياء التي ترهقنا بشكل مش طبيعي وبنتأثر بالوسط المحيط بالسهولة جدا أنت أنت فاتح درعاتك وأحب تستقبل سلبيات بس كل اليوم بالضبط حبيبي تعال في حدن بابا نعم هذا اللي حاصل أول حاجة قلل الأشياء المرهقة والأشياء التي تشتتك التي تتعرض لها ابدأ قلل اعمل شوية بلوكات سويرة على قد ما تقدر يعني أكيد طبعا في حاجات البنية هذا ما بيقدرش يعملها بلوك لو شيء مرهق هنتكلم فيه شوف هنعمل فيه شوف نتعامل معه بس أول حاجة أنت سألتني السؤال إزاي نقدر ننقي أنفسنا وذاتنا من الأشياء السلبية اللي نحن مرور بها في حياتنا رقم واحد اقفل الأشياء وقلل كل الأشياء التي يمكن أن تؤثر عليك بشكل سلبي وبشكل مرهق قلل المشتتات السوشال ميديا قلل قلل صدقات مرهقة قلل حوادث قلل متابعة الأخبار العالمية نزل كل ما يعمل قلل لكن هناك نسبة يا دكتور صلاح بالمناسبة يقول لك يعني ما نعرفش ما يدور حولنا والعالم يدور فيه ونقعد كده جهلين ونقعد مش عارفين هيفيدك بحاجة؟ أسألك سوال هيفيدك بحاجة؟ أنا بتهاجم لما بقول كده أنت كشخص يعبر عن وجهة النظر أما أنت بتقولي كده هل هذا يفيدك أن أنت تتسابع أخبار العالم؟ هنفعل معي هيجرالي إيه أنا اللي هتعب؟ هل الدنيا هتوقف؟ مش هتوقف؟ الأخبار هتوقف؟ لا الأحداث هتوقف؟ لا خالص مفيش حاجة هتوقف ده بالعكس ده أنا من الحاجات برضو الهيدن شوية في في وعيي الناس ما تعرفهاش أن دايما الناس يستغرب لي يا دكتور صراحة ما علقتش على كذا ليه ما علقتش على كذا؟ ليه ما قولتش كذا؟ على فكرة أنا ما بندبش ولا تعطفي هيفيد بحاجة طالما ما فيش في إيدي حل جزر أقدر أعمله ده أنا أقولك أنا بعمل إيه؟ أنا ما بندبش وما بتعطفش في حاجة تعاطفتي فيها لن تفيد الشخص أو لن تفيد العالم أمي أنا بعمل إيه؟ أعمل تركيزها على نفسي أني أكون أحسن أكون موديل مشرف للعالم موديل قادر على أني أساعد الناس وأساعد الشاب أنهم يكونوا أحسن أنهم يكونوا أفضل هذا التغيير اللي بيحصل هذه القيمة اللي انت بتعملها البوزةotteيب انرجيه اللي بتديني الناس هيا هي القيمة اللي أنت بتعملها لما أنت ليك قيمة وساعدت إنسان آخر يبقى قيمته عالية وإنسان آخر ساعد إنسان آخر يبقى قيمته عالية فإنت بتنهض بالمجتمع اللي هي الحاجة الحقيقية اللي هيكلها قيمة فعلا بدل فكرة النادبة أو بدل فكرة الحزن يبقى لذلك نرجع للنقطة تاني إزاي أقدر أنقي نفسيتي وأنقي ذهني من الأشياء السلبية التي أتعرض لها؟ رقم واحد. قلل المشتتات الخارجية. قلل الأشياء التي تتعرض لها بشكل مرهق. رقم اثنين. ما الذي تفعله تجاه نفسك؟ تجاه الاعتمام بنفسك. بتعمل إيه؟ بتهتمل نفسك. بتعمل إيه تجاه أنك تخلي نفسك في حالة صحية. بتخلي نفسك في حالة من السلام والأمان. لا تفهم شيء. لا تفهم شيء. هذا بالعكس. أنت لا تدخل بالرأسك في أي شيء يتضايقك. أيوه. تخذ بالحضن. هناك علاقة تكسيك. تعالى. هناك حوار مع أصدقائي. أنا دخل في بقلبي. لا معاكم. هناك حوار في حاجة ترهق أنا داخل. طيب تجاه نفسك. هل محافظتك على الصلوات؟ طيب. هل قراءتك القرآن الكريم موجودة؟ طيب. هل أنت بتقرأ في كتب يعني زي الكتاب بتاعي. كتب بتخليك عندك وعي بذاتك؟ وعي بنفسك؟ هل أنت بتتعلم إذا تتصل بنفسك؟ إذا تتصل بذاتك؟ إزاي تفهم نفسيتك؟ إزاي تفهم مشاعرك؟ إزاي تقدر تعمل حاجات تجليك تشعر بالسلام والأمان الداخلي؟ هل بتلعب رياضة؟ هل بتتمشى؟ التمشي من أكتر الحاجات اللي بالنسبة لي أناك يا صلاح. لما يكون ذهني مرهق مرهق بتمشى في مكان رايق ومكان هادي شمي شوية هوا. وأبدأ أفكر ومش أفكر أبدأ أفند الأفكار دي اللي مرهقاني. وتعيد ترتيب أفكارك من أول ومجيد وأخوياتك. كنت آخر سفرية كنت فيها فحد الأصدقاء يسألني بقول أنت مسافر ليه؟ يعني مسافر تتفسح فين؟ معاك مين؟ قلت لها مسافر لوحدة. طب مسافر لوحدك ليه؟ رايح أرتب دماغي. فلو استغربت أنت مسافر ترتب دماغك؟ ما ترتب عينو خلاص أيوة تفكيرت. هو حضرتك مكلف نفسك وطيران وليلة وسفر عشان ترتب دماغك. يعني إلى هذا الحد الإنسان يبذل جهد ويبذل بيستثمر في فقطه في نفسه في دماغه. أيوة. يبذل جهد تجاه نفسك وتجاه نفسيتك وتجاه علامك الداخلي أنك ترتبه. ما تستخسرش ده. ما أنا لما أكون دماغي مرتبة ونفسيتي مرتبة وطاقة نظيفة. هكون الإنسان قادر على التأثير في الآخرين بشكل جيد. هكون مستمتع بحياتي. فالحاجة الثانية أو الخطوة الثالثة. إيه اللي أعمله عشان أنقي نفسي وأنقي ذهني؟ اسأل نفسك سؤال. إيه الحاجة اللي أعملها؟ تخلي نفسيتي أفضل. أو تكون أجعل نفسيتي في الاتجاه الأفضل. أبدأ أقرأ في الكتب والكورسات اللي تواعيك بذاتك. تواعيك بمشاعرك. تخلي عندك وعي بنفسك وبذاتك. أعمل الأشياء البسيطة اللي بتكون في اليوم اللي تخلي الإنسان قادر على الاتصال بنفسه وبالخالق. سبحانه وتعالى من خلال الصلاة من خلال قراءة القرآن. الحاجة الثالثة. ابدأ ان انت اعمل الحاجات اللي تخلي نفسك مرتاحة زي انك تسافر. زي انك تشم شوية هوى. زي انك تتمشى. كل حاجة من دول موافصلة مش هتعمل حاجة. ما تقولش السفر هيغير. لكن كل الأشياء مجتمعة هتأثر. عشان تأثر معي. إيه المراحل اللي بمر فيها عشان أوصل إلى الاتصال الذاتي الداخلي قبل الخارجي؟ ده سؤال سوديب. سؤال عميق قوي. هو أول حاجة بس إن الإنسان البني آدم يكون عنده وعي بثلاث علاقات موجودين في حياته عمومة. أول حاجة علاقته بالآخرين. ودي اللي احنا عارفينها كلها ومستهلكين فيها ومتدمرين نفسيا بسببها. علاقته بالخالق وعلاقته بذاته. ثلاث أنواع من العلاقات في الحياة أول حاجة الإنسان يكون عنده وعي بها. اللي بيحصل أكتر شيء بوريق الإنسان هو أنه مركز في العلاقات خارجية. لكنه فقد الاتصال بذاته الداخلية وبالخالق سبحانه وتعالى. بصي بقى عشان أقوى حاجتين تقدر أن انت فيهم تملك هذا العالم العلاقتين دول مع بعض. علاقتك بالخالق سبحانه وتعالى وعلاقتك بذاتك. هتيجي تقول لي أنا شخص متدين وبصلي وبصوم وبعمل كل حاجة ومتدمر نفسيا. ودول أكتر ناس بيكون متدمرين نفسيا لأنه لا يقوم بالوصل بالله سبحانه وتعالى بوصل حقيقي. ده هو يقوم باتصال زائف ويقوم باتصال. بيؤدي الفرائد فقط. برافو عليك هو بيقوم باتصال ظاهري. مش بينغرس بروحه جوه. بصي في قهده بقى مهمة وأنا كتبها مش عارف كتبها في الكتاب ده ولا في الرواية. رواية إلى بيروت. بقول فيها أن طريق الله وصل. هتلاقي في الكتاب ده. فكيف يكون المر به يصل إلى قطع. يعني إيه؟ لما تيجي تشوف إنسان حياته متدمره. حياته متدمره. ونفسته متدمره. وبيقابل صعوبات ومشقة في حياته. وتلاقي خمس صلوات في المسجد. وشهر رمضان بيصومه. والسنة بيصومها. وكل حاجة بيعملها تعرف أن هذا ليس متصلا بالله سبحانه وتعالى تمام الاتصال. عنده نقص في الاتصال. ده شخص بيقوم بالأشياء بالعبادات على إنها عادات. طريق الله وصل. طريق الله وصل. فكيف يكون المر به قطع أو يصل إلى قطع. طريق الله سبحانه وتعالى هو وصل. فالإنسان المتصل بالله فعلا لازم يكون مستمتع بحياته. لازم تكون صحته حلوة. لازم يكون حظه حلو. لازم يكون دايما بيطلع لفوق. ده طبيعي. وإلا هيكون يعني أنت كده بتشكك في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. إزاي الله يعني إزاي الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض. فعايز تقنعني إزاي أنت متصل بنور السماوات والأرض كلها. وحياتك مظلمة. ونفسيتك مظلمة. ملهاش علاقة بالتدين الظاهر المغشوش. يبقى ده أنا قدر نقول ده المفتاح. واحد. واحد. أول حاجة. يبقى أنت محتاج ترجع توقف لحظة. أنت ممكن تكون بالك 30 أو 40 سنة. بتعبد الله بطريقة غير. ما فيهاش اتصال بالله. مش المفروض. ما بتدخلش الروحك. بالظبط. الله ينور عليك. يبقى أول حاجة. لا يحتاج تقوم بإعادة تشكيل لعلاقتك بالله. ومدى ارتباطك به. ومدى إيمانك به. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. كيف يكون حياتك في جحيم وفي ظلام. لو أنت هنا أعرف أن أنت ليس متصل بالله. هذه نقطة. نقطة الثانية. اتصالك بالذاتك. الاتصال بالذات. اتصالك بنفسك. مهم جدا. عارفة ليه الإنسان لما بيفقد شخص. سواء بوفاه. أو بالنفصال. أو بأي حاجة بتحصل. ليه الإنسان بيسقط. بيسقط سقطة عميقة في نفسه. ويدخل في اكتئاب. لأنه اعتمد في اتصاله في حياته على الخارج. والخارج متغير. وغيره باقي. فلما ده بيبعد. مش لاحق حاجة يمسك فيها. البنت اللي بتنفصل. انفصلت عن زوجها. أو تطلقه. الرجل كان بيحب مراته حبا جامعة. برافو. ليه لأنه هو اعتمد. برافو عليك. اعتمده على انه ماسك في الخارج. الخارج غير مستقر. وغير فهمت. فلما يفقد. ما بيش حاجة يسنت فيها. لكن لما انا كون عندي تصالب ذاتي قوي. لن يسقط. لما كون عندك تصالب الله قوي. لن تسقطك الابتلاءات. ولا المصائب ولا الوفاء. مفيش حاجة تسقطك. كده استخلصنا من اجابة دكتور صلاح. ان اتصالك بالخلق سبحانه وتعالى. واتصالك بذاتك. هما الاساس. او العمود اللي بتستدند عليه في كل المواقف. عشان ما توقعش. وكده وصلنا لنهاية الجزء التالت من بودكاست مع دينا. ودكتور صلاح قطب انتظرونا في الجزء الرابع. اشتركوا في القناة.